هذا البرنامج بدأ بالضغط السياسي وانتقل إلى الضربات إلى الآن نحن نشهد ضربات في المناطق اللبنانية لا أكثر نأتي اليوم إلى اليوم الثالث والرابع والخامس من هذه الحملة كما سماها الجيش الإسرائيلي بأن سهام الشمال كما يقولون فهذه الحملة أو هذه العملية أيضا حزب الله يراعي الموضوع التكتيكي يعني مثلا أنتم ضربتم الضاحية نحن نضرب حيفا إذا تجرأ وقصف الجيش الإسرائيلي بيروت عندها حزب الله سيقوم بقصف تل أبيب هذه ما تسمى اللعبة أو القوانين الذي وضعت منذ البداية وأيضا يتمادى ويتمادى إذا قصف مطار بيروت حتما سيقصف مطار بنغوريوم نعم سيقصف نحن في بداية الحملة لذلك هناك التدرج وهناك بنك من الأهداف وهناك نرى اليوم وأنا أتمنى أن العربية أن تغطي منطقة البقاع بعلبة لأن اليوم لا يصبح فقط الجنوب هو جبهة اليوم لبنان كله جبهة